أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية يأتي ذلك لرفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثاني في المحليات وكشف شعراوي أن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي تتضمن 126 دورة تدريبية يستفيد منها 5500 متدرب على مدار 159 أسبوع تدريب